نكمل مع بعض في الجزء الرابع الخاص بوارشة تصميم مشروع كلاسيك في برنامج جوجل في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نرسم السلالم الخاصة بالمبنى بتاعنا. اول خطوة هنعملها هنختار الارضية بتاعتنا وهنعمل لها اخفاء من بتاعتها بهذه الطريقة. الخطوة التانية عايزين نرسم سلالم المدخل الرئيسي اللي قدام حضراتكم ده. طيب هنرسمه ازاي? هنروح نختار امر لائن. ونبتدي ناخد لائن في البداية من النقطة دي للنقطة دي. ولائن في النهاية من النقطة دي للنقطة دي. وبعد كده هنختار امر الارك. وهنصد ما بين النقطتين بهذه الطريقة. بعد كده هيفضل معنا معنا لائن اخر في الاخر هنبتدي نوصل بين النقطتين. علشان يتكون معنا سطح زي ما هو واضح قدام حضراتكم. لو تلاحظ انا السلم بتاعي في خطين. الخط الاولاني ده خاص بالنويز بتاعت السلم او الانف. والخط التاني خاص بالجيمة بتاعتي الاساسية. فطبيعي جدا ان انا برسم درج بتاعي من الجزء الخاص بالجيمة بتاعت. لان النويز ده هاية كده زي الرخام بتبقى محطوطة على الدرجة وبالتالي بتكون مرفرفة معايا حوالي اربعة صنط. بعد ما رسمت الجزء ده هبتدي اخد لاين تاني وارك على الدرية التانية عشان افصل كل درية لوحدها. لو تلاحظ ان من السطح واحد. انا عايز افصل كل درية لوحدها. طيب هعمل الكلام ده ازاي برضو امر لاين. وابتدي من النقطة دي اسف. من النقطة التانية. مع النقطة دي. واخد لاين تاني من هنا للجزء ده. وهختار امر الارك. وابتدي اخد اصل ما بين النقطتين لهذه الطريقة. هتلاحظ ان لو عملت على الجزء ده هينفصل عن الجزء الاخر. طيب بنفس الطريقة هناخد الدرية التالتة بتاعتنا. امر لاين وابتدي اخد النقطة دي والنقطة دي. والنقطة دي مع النقطة دي. واجيب الارك بتاعي. وابتدي اخد لاين ما بين النقطتين بهذه الطريقة. هاجي اعمل سلكت. هلاقي ان الجزء ده انفصل. طيب. عايز اكمل او اعمل بوش للدرية بتاعي. اعمله ازاي? اول حاجة لازم افاهم الرصيف بتاعي على ارتفاع كامل? لو تفتكر ان الرصيف احنا رسمناه على ارتفاع عشرين سنطي. ازا اول ضرية بتاع معايا هتكون ارتفاعها كام? عشرين سنطي اللي هي قيمة الرصيف زائد خمستاشر سنطي اللي هو مقاس ارتفاع الايمة بتاعتي. طيب هنروح الامل بوش. نبتدي على اول ضرية. نضغط كليك. يبقى هنرتفع كام? خمسة وتارتين سنطي. بوي اللي هو هيكون نفس المنسوب الداخلي معايا. طيب تاني درجة كام? هاخد الدرجة بتاعتي واعمل لها بوش لاعلى لحد ما اسويها بالدرجة الاولى. بعد كده هعمل بوش ليها مرة تانية واقول له بوينت خمستاشر سنطي. جميل جدا. بعد كده هاخد الدرجة التالتة بتاعتي واسويها. وبعد كده بوش لاعلى بوينت واحد خمسة انت خمستاشر سنطي. ممتاز جدا. ازا انا كده قدرت ارسل اول كام درجة معايا. بعد كده هبتدي اخش على الجزء الداخلي. بنفس الطريقة هبتدي بنفس الطريقة هبتدي اضغط على امر المستطيل. وابتدي ااخد نقطة بالجزء ده ونقطة في النهاية بتاعتي. بهذه الطريقة. هيتكون برضو معايا سطح. طيب. هبتدي ارسم ازاي? هاخد لاين. وابتدي على اول درجة عندي هنا. واتخط كليك. واضغط كليك في النهاية. علشان افصل الجزء الخاص بالبسطة دي عن باجي الدرجة. طيب. بعد كده امر تاني. وابتدي على الجزء ده كليك. والجزء ده كليك. الدرية اللي بعدها نفس الطريقة. اهو. كلها خطوات سبتة وبسيطة. اخر درية معايا اهو. كليك. واجي في النهاية. واضغط كليك بنفس الطريقة اللي انا ماشي بها دي. بعد كده امر بوش. هاخد البسطة بتاعتي. وحسويها مع اخر درية عندي. بهذه الطريقة. اهو. كده. اضغط لفوق. واسويها مع نفس الضرية بتاعتي. ليه انا عملت كده? لان منسوب الضرية دي هو هو نفس منسوب الضرية دي. الحطان دي هنرسلها بعدين ما تشغلش بالك بيها. بعد كده الضرية اللي بعدها كليك واسويها. واغي كليبوش عليها تاني. بوينت خمستاشر. انتر. الضرية اللي بعدها. بوينت خمستاشر. الضرية اللي بعدها. كليك بوينت خمستاشر. اهو. كلها خطوات سبتة وسهلة وبسيط. اخر ضرية كليك واسويها وبعد كده ارتفع تاني بوينت خمستاشر سنتي بهذه الطريقة. اذا انا كده رسمت سلالم المدخل الرئيسي. الخطوة اللي بعد كده عايز ارسم اه او الانف الخاصة بالسلالم بتاعتي. طيب هرسمها ازاي? هاجي عند اول سلمة. وابتدي اختار امر لاين. وابتدي اضغط كليك واسحب. واقول له بوينت زيرو اربعة انتر. اربعة انتر. والاتجاه الاخر بوينت زيرو اربعة انتر. كده انا رسمتي ايه? رسمت الانف بتاعتي. بعد كده هعمل ايه? الخطوة اللي بعد كده عايز اتدي ارسم كيرب في الانف بتاعتي. اخد كليك وكليك اخر في المنتصف الاخر كده. وابتدي اضغط كليك اخر. بهذه الطريقة هيبتدي ترسمي كريز واشيل الزوايد بتاعتي. طيب بعد كده هعمل ايه? هتغط على هذا الانف بتاعي. موف كنترول وابتدي اكرره على جميع الدرج بتاعي بهذه الطريقة. كنترول واكرره. كده انا اعملت له كوبي في كل الدرج بتاعي. بعد كده هروح امر كليك واسحب. هتلاقي في خط احمر بيظهر معايا طول ما انا ماشي بهذه الطريقة لحد ما اوصل للنهاية واضغط كليك. كده انا رسمت اول معايا بمنتهى السهولة. بعد كده على ال الاخر كليك واسحب. هتلاقي في خط احمر بيظهر معايا وانا ماشي على اللاين بتاعي. واضغط كليك اخر نويز معايا. اضغط برضو عليها كليك واسحب على الدرجة بتاعتي بهذه الطريقة من البداية للنهاية ثم اضغط كليك. كده انا قدرت ارسم النويز الخاصة بالدرج الدائري بكل سهولة. بعد كده عايز ارسم باقي الدرج برضو هرسمه بنفس الطريقة. هضغط امر لاين واضغط كليك هنا واقول له بوينت زيرو اربعة انتر. كده واجي بعد كده كليك اخر واقول له بوينت زيرو اربعة انتر. كليك بهذه الطريقة. هختار المستطيل بتاعها بالكليك. وقول له كنترول موف. النقطة دي. اسف. كنترول. واضغط كليك. عشان اخد نسخة واجيبها في الجزء ده. كنترول كليك. واخد نسخة وحطها هنا. كنترول كليك. نسخة وحطها هنا. بعد كده هروح الامر في لومي. واضغط كليك واسحب بهذه الطريقة. كليك واسحب بهذه الطريقة. واسحب طار السطح. واسحب. وللنهاية كليك. اختار السطح واسحب. لحد ما وصل للنهاية. واضغط كليك بهذه الطريقة. وبكده يبقى احنا قدرنا نرسم الدرج الخاص بالمبنى بتاعنا بكل سهولة. اخر خطوة هنعملها في الفيديو بتاعنا النهاردة. هنيجي على الخاصة بالعمدة. ونعمل لها اخفاء. بهذه الطريقة. بعد كده هنقول له ونعمل جديد نسميه سلالم المدخل. سلالم المدخل. بهذه الطريقة. نضغط كليك بهذه الطريقة. بعد كده هنعمل من الشمال اليمين بهذه الطريقة. ونروح الخاصة بالسلالم بتاعتنا. ونختار اللي يرز اللي هي سلالم المدخل. عشان لما نيجي نعمل اخفاء للسلالم تختفي معنا بهذه الطريقة. بعد كده هنرجع اللي يرز الخاصة بالارضيات مرة اخرى. علشان نلاقي ان السلالم بتاعتنا اترسمت بطريقة صحية هذا الشكل. وهنرجع اللي يرز الخاصة بعملة المبنى. عشان يبقى دي المرحلة اللي احنا وصلنا لها المشروع بتاعنا. في الفيديو القادم ان شاء الله هنكمل بالسلالم الرئيسية او سلالم المبنى الداخلي بازن الله تعالى. يا رب يكون الفيديو مفيد لحضرتكم. يا رب يكون الفيديو مش طويل. احنا بنحاول على قد ما نقدر نختصر. بس فعلا فعلا في ناس كتير محتاجة ان احنا ان احنا نمشي خطوة بخطوة. لان البعض عنده المعلومة والبعض الاخر محتاج كل خطوة المعلومة بتاعت كل فيديو. اشكركم. التقي في فيديو اخر بازن الله تعالى.